أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الحياة نتابع فيها الحديثة إن شاء الله عن أحكام الصوم وبالتحديد عن المفطرات في شهر رمضان المبارك أذكر بداية بصفحتنا على الفيسبوك فيسبوك دوت كوم سلاش فقه الحياة وأيضا أذكر بأرقام الهاتف التي يمكنكم من خلالها الاتصال وطرح أي سؤال أو استفسار فقي سمحت الشيخ نجيب صالح أهلا وسهلا بكم مستقبل الله بالخير وتقبل الله أعمالكم أهلا بكم مستقبل الله أعمالكم مستقبل خير مستقبل أنوار نبدأ أيضا بشيء من خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان المبارك يقول ووقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا أرحامكم ما قيمة هذه الأمور سمحت الشيخ في شهر رمضان المبارك القيمة الزائدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على رسول الله محمد وآله طيبين الطاهرين من الطبيعي أن ينعكس الصوم على لابد أن ينكس الصوم وأن يكون له أثرا على المجتمع وعلى شخصية المجتمع هذه مسائل تربوية مهمة جاءت تأكد عليها في الصوم وفي فترة الصيام وفي فترة عندما يكون الإنسان صائما لله سبحانه وتعالى هذه الأيام ست عشر ساعة عشرين ساعة أكثر أقل هي فترة مهمة جدا لتربية النفس وتعويد النفس على الفضائل وعلى القيم الأخلاقية وعلى الآداب التي يريدها الله سبحانه وتعالى من عباده منها التي ذكرتموها هذه الحالة من الاحترام وقروا كباركم وإن كان الأسف الشديد يعني اليوم نتيجة الفوضى التي تعمل المجتمع وقد يكون المجتمع فيه دور علم ولكن للأسف الشديد أحيانا ليس فيه دور تربية لتربى الإنسان على المواطنية الصالحة أو لتربى الإنسان في بيته مثلا وهون مهم جدا في الحلول عندما تتحدث العائلة والأسرة البيت المحترم البيت الذي يريد أن ينشئ جيلا صالحا وجيلا يحمل هذه القيم الاهلاقية الرفيعة للإسلام والقيم الإسلامية والمثل الإسلامية المهمة وهي هذه الموضوع التربوي أنه احترام الكبير الكبير له احترامه نحن شايفين اليوم بكل أسف شديد تمر في الشارع تمر في مكان في مكان عام لم يعد عند هذا الجيل الصاعد هذه الحالة من الاحترام وهذه الحالة من التوقير لكبير السن ووارد في رواة شريفة غير هذه الخطبة المباركة أنه الإنسان أحيانا ينبغي احترامه لشيبته لكبير سنه لهذه الشيبة التي في وجهه عندما يكبر فضلا عن كيف ما كان دينه أو غيره لشيبته يحترم من قبل الصغير من قبل الشاب أنه مثلا في إذا لو كان يمره في الطريق يمره يمرره أمامه يساعده لو كان مثلا يتكلم يقطع عليه كلامه بعض اليوم الشباب وجيل الصغير اليوم اللي طالع للأسف الشديد عم تنفقد مثل هذه القيم لأنه نحن عم نأثر في تربية أبنائنا وتربية أولادنا على موضوع هذه القيم اللي هي مسألة توقير الكبير احترام الكبير كذلك بالنسبة كمان بالمقابل هؤلاء الصغار اللي هني أجيلي الناشئ أجيلي صاعد مهمة للأسرة كتير مهمة جدا وارحموا صغاركم موضوع الرحمة هذه مسألة جد مهمة يعني هذه الحالة مسائل واقعا تحتاج إلى حديث وهو حديث ثقافي تربوي أكثر منه حديث صحيح وله علقة بالفقه أكيد مش إنه ما يلو علاقة موضوع رحمة الصغار خاصة فيها الأيام مش الشريفة المباركة يعني بيبقى يمكن الأبوين صايمين البي صايم بعضهم بيعصب بيطلع خلقه يمكن لألة كلمة بيخبط ولده كهف أو مثلا بعصب عليها أو مثلا بيقوم بعمل يكون فيه مثلا لهذا الطفل ما فيه رحمة مع أنه فيه طلب نبوي شريف أنه وارحموا صغاركم سألة الرحمة تحدثنا إن شاء الله سمحت شيخ سنشاهد هذا التقرير سويا ثم نتابع الحلقة من المسائل الابتلائية في شهر رمضان المبارك مسألة أخذ الحقنة أو ما تعرف بالإبرة في حال الصوم وقد قسمت الإبر إلى أنواع الحقنة المغذية الحقنة المقوية الحقنة للدواء أما الإبر المغذية فهي مفطرة على الأحوط وجوبا سواء أخذت عبر الوريد أم عبر غيره ومنه المصل بل مطلق الإبر المقوية الإبر غير المغذية مفطرة على الأحوط وجوبا إذا أعطيت في الوريد الإبر غير المغذية لا تضر إذا أعطيت في العضل مثلا أي في غير الوريد ومنها إبر الأنسونين لمرض السكري استخدام إبر البنج والتخدير لا مانع منها حال الصوم ما لم يؤديه إلى الإغماء سمحت الشيخ بالنسبة للحقنة والأمصال وما إلى ذلك ما هو المفطر منها وما هو ليس بمفطر لا أورد كما سمعت بالتقرير أنه مثلا الأبر منها ما هو مغدن ومنها ما هو ليس بمغدن الأبر التي تعطى للإلتهابات الأبر التي تعطى للأمصال مسكنات أو غيره هذه ليست مفطرة خاصة إذا لم تكن بالوريد لكن الأبر التي تكون مغذية سواء كانت بالوريد أم كانت بغير الوريد في احتياط بالاشتناب عنها إذا كان أمكى الإنسان وليس مضطرا إليها لكن عندما ندخل في هذه الأحكام نحن بموضوع الأبر والأدوية والأقراص والتحميل هي مسألة جد مهمة عن جد ومحل الإبتلاء مثلا إذا بقول لك هاليومين بس أديش مسؤول بموضوع أبر البنج التي تعطى في الفم البنج الموضعي البنج الموضعي الذي مثلا يخذ الإنسان طبيب الأسنان عند طبيب الأسنان لا يفطر البنج الموضع لا يفطر كانت بطبيبة باللثة أو كانت في مكان آخر لأنه ليست حالة لا أبر مغذية وليست لا تؤدي إلى الإغماء التام للإنسان وإن كان فيها حاكم وضع الإغماء والمغماء عليه ممكن تأخذ بأي موضع بالجسم لإجراء عملية بسيطة مثلا أفرد تأخذ بمكان تخدير موضعي إزالة شيء معين وهي ليست من المغذيات فهذه ليست مفطرة مع اتصال من الأخ أبو حسن فضل وعليكم السلام ورحمة الله كيف قالكم الحمد لله نقول لنا السلام عليكم عليكم السلام تفضل استهليت الحلقة بكلب حل إمه ورحموا صداركم وذكروا صداركم نقول لنا أنا عم لاحظ في هذا الشهر القضيلي أنه حرمت هذا الشهر عم تنتحك بس تعلي صوتك لو سمحت أخ أبو حسن آلو تعالي صوتك لو سمحت تفضل عم تسمعني؟ ايه تفضل أنا عم أقول أنه الرسول أمرنا أنه نرحم الناستذار ونوقف بس أنا اللي عم بكتشفه بهذا الشهر القضيلي أنه حرمة هذا الشهر عم تنتهك يعني ما عاش في مراعاة طيب أنا بدوري أنا كمسلم والي طيب أنا شوف عن البقع دبيتي بسكرة حالي حتيي حافظ على أقل قدر ممكن من حرمة هذا الشهر كيف ما تتبره مولانا؟ للأسف 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 كيف ما تتبره مفطرين مسبات معاكسات بغض النظر عن المكان والزماء والبيئة حتى للأسف من البيئة اللي أنا فيها صارخة في موضعها بالفعل شكراً أبو حسن أهلا وسهلا فيك أيضاً أخي أبو حسين تفضل عم عليكم عليكم السلام ورحمة الله أنا بس بدي أسأل وديك لأطرات العين إنه ما بتأثر لو نزل مثلاً أطرنا فعلة بالعين ما بأثر على الطارق أبو حسن يعني نعم أطرت العين؟ نعم شكراً لأتصالك أهلا وسهلا فيك نعم نحكي عن الأطرات سمحت الشيخ بس تعليق بسيط على ما ذكره الأخ أبو حسن موضوع انتهاك حرمة هذا الشهر نصح التعبير يعني البعض لديه جرأة أن يعني يكون ابن البيئة ابن البيئة الإسلامية المتازمة ولكن لديه جرأة أنه يأكل أدام الناس ويقوم بأفعال منافية للأخلاق بعض المطارح أين حرمة الشهر سمحت الشيخ؟ بدون شك بكل أسف شديد كما قال الأخ وهذه ساقها من القلب نضم صوتنا إلى صوته وأنه فعلاً هناك خاصة عند جيل الشباب يعني كثير من الأمثلة فيك من اللي قاله هو حكى كلمة معكسات ومثبات وكلام بذيء وإفطار علني وما في تقديس واحترام لحرمة هذا الشهر لوين راحين لوين راحين إذا الإنسان لا يحترم دينه ومبدأ وعقيدته وهل يحترمه الآخر؟ هل يحترمه الآخرون؟ أكيد لن يحترموه إذا هو محترم هذا الشهر إذا أنت بدك تفطر وطعص رب العالمين أعصيب هناك وبين حالك ليش أنت أم تطلع تتباهى أن فكر هلأ عضلاتك مفتولين فكر حالك أبضاي لن يأتيك الموت ولن يصيبك مصيبة ولا شيء إذا أنت هلأدي كنت تفكر حالك أبضاي وخالد في هذه الدنيا وبدك تتحدى مشاعر الصائمين لا أقل يحترم هؤلاء الذين يعلنون الإفطار إذا كانوا معذورين وحتى لو كان معذور بالإفطار يا أخي ضب سيجارتك عجناب ضب أكلك عجناب كل بينك تستر ورد في الشرع الحنيف وورد في الأحاديث المباركة الشريفة إذا بتليتم بالمعاصي فاستتروا وحتى بخصوص الصيام من كان معذورا في إفطاره فليستروا نعم فليستتروا ثم أنه إذا أدى إلى هذا لهذه المقدسات أنه واقعا أنه تهتك وهذا بالفتوى موجود في إشكال شرعية في حرمة شرعية من هون خلوها الشهر يقطع على خير وبركي طيب بالليل شو دعي؟ سمحت شيخ عندي بين هلالين هون كمان مشاركة من الأخت ندا بتقول ظاهرة حبذة لو تتحدثون عن ظاهرة الإفطار خلال النهار للشباب والجلوس في المقاهي وتناول الطعام والشراب وأخذ النرجيلة وغير ذلك بكل أسف يعني بتلاحظ في أكثر من صوت وفي أكثر ونحن شايفين وميرئين بالشوارع وبسياراتنا اتقوا الله سبحانه وتعالى يا جماعة اتقوا الله عز وجل والله ما أنا محرزيها الدنيا لأدي لأنتوا تجوا تتحدوا إرادة يعني هذا الدين وتتحدوا إرادة المؤمنين والصائمين نحن ما مطلوب إلا أنه فقط الاحترام لمشاعر الآخرين ما تظهر الإفطار علنا لا تفطر علنا أيها الصائم حتى لو كنت معذورا بإفطارك نحن أيها المفطر اتصال من أبو علي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيفك شايفنا الله يخليك حبيبي بدي أسلم على مولانا كمان أنا بخدمتك تفضل مولانا في عنا إبرة البنج للنيرة عند حكيم السنان هذه فيها بصير التباس عليها ما حدا بيعطي الإجابة عليها هلأ بعدنا حكين فيها في سؤال كمان حلو يلا حنجاوبك بكل أحوال تفضل في سؤال حلو كمان القهوة على الأرض في فهل أي بيوم بيفتح كل النهار وعبي بيع قهوة هذا شو عنده حل هذا بيقلك أنا تروع بيش شيء عند غيري ما فيني سكر ليه بدك شرب العالم قهوة نعم السلام وانا عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيضا أبو محمد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بدي أسأل سمحت الشايف أنا من بيتي لمكان عملي بيبعد 17 كم بس أنا من الله الماوي بدي روح أقضي شغلي يعني بدي أبعد من مكان عملي يعني فيها سفر هلأ رحت قضيت شغلتي ورجعت على مكان عملي هلأ شو اللي اسم اللي حكوم من مطنك ناوي تقطع المسافي كنت؟ أه صح يعني ممكن تناوي يروح من الله يناوي إني بدي أقضي أقضي في السفر وكان قبل الظهر أو بعده؟ أه قبل الظهر طيب ومر بمكان عمله اللي بيروح عليه بشكل اعتياج صعاله حلم وهذا فطني لشغلي يعني هل يكون عمله من مكان سفره من مكان العمل أم من منزله هذا الكلام إذا كان هلأ رح فصل فيها طيب شكرا أبو محمد أهلا وسهلا فيك إنه مكان العمل هلأ قاطع للسفر كالوطن أو لا رح حكي فيها إن شاء الله تعالى إتصال لأبو حسين كان عن قطرة العين قطرة العين قبل شوي لأبو حسين من قوله حكينا إنه مش من المفطرات حتى لو حسب الطعم حتى لو حسب الطعمة وشعرها بطعمتها بالطعم ليس مفطرات كمان أبو علي نرجع من عدله موضوع إبرة البنج الموضعي إبرة البنج الموضعي قلنيها كمان ليست من المفطرات عم يقول بالنيرة بالتحديد في الفم طيب الأصل اللي طرحها موضوع بيع القهوة وغير ذلك شو اللي عم بصير بهذه السنوات المتأخرة قبل هلأ الآن الحمد لله جزء مهم من الناس ما عم بيفتح بالنهار وبطعمه بالنهار بس شو اللي عم بصير إنه بالشوارع هل هلا استهتار استخفاف هل هو جهل بالأحكام الشرعية ما هو لا يجوز لك أن تفطر الناس أن تعطي الناس يعني أنت تيجي تقوله تسقي قهوي أو تيجي تعطيه صندويشي ما بيجوز لك بنهار شهر رمضان حرام أن يبيع من تذكر من شي حلقتين تلاتي حدا قال إنه طيب شو بدعم الرزقتي الله سبحانه وتعالى هو الرازق وبالليل ما شاء الله الليل محرز والنام الناس عم تسهر للصبح يعني حتى لو باع المعطوري في إفطاري يعني من بعد الإفطار للصبح عندك خلينا نقول شيء شيء ثمان ساعات ثمان ساعات إلا شوي بواحد الله سبحانه وتعالى لو نحنا عنا يقين بالله عز وجل وما يتق الله يجعل له مخرز ويرزقه من حيث ولا يحتسب ما كانش بيحسبها الإنسان هيك يلتزم بالحكم الشرعي حرام أن يطعم حرام أن يطعم بشهر رمضان مما كان مفطر حرام يطعمه حرام بالفتوى لا يجوز أنه يجي يطعمه ويسقيه ويقول له خذ كل ويبيعه من شين يأكل هلأ ويجي بتقول لي شيخنا في حدا مريض في حدا مسافر شو بدي عرف يعني مريض ما بنقول هدا يعني هدا حكمه مثل حكم صاحب الدكان والحانوت كيف؟ إنه عم يبيع كمان اغراض للناس لا اللي بيبيع مره بتقول إنه واحد هلأ اشترى وعم يأخذوا يأكل أما صاحب الدكان والحانوت اشت الحرمي أخذت وراحت عبيته شو بعرفني إجا حدا أخذ واشترى وراح لبيته لكن لو أعلم إنه هلأ بدي يخطر وبيعرف ما في يساعده على الإفطار حرام شرعنا لا يجوز اتصال من الأخ رضا تفضل أخذك العافية الله يعافيك يا رب إذا أنا صارت الأدان ومشيت على مكان أكثر من الترخيص هل تصلي تقصر بهالوقت هذا أو كيف؟ لا أكثر من 22 كم عن أي أدانة عم تقصد؟ أنه أنا أدانة الظهر؟ بضعية بعضنا ومش قادر صلي دهري ظهر؟ أدانة الظهر عم تحكي؟ نعم نعم شكرا لأتصالك أهلا وخالك سأل عن الصلاة ومنجاوب عن الصلاة والصوم كمان طيب تفضل فرد مرة وهذا مسألة لا بأسة بتوضيحها كثر من الناس كثيرون من إنه إذا الآن أذن وهو في وطنه أو أفرض العكس بس خليني أقول على الصورة الأولى الآن أذن أنا تكليفي إذا بدي صلي بدي صلي تمام يعني أربع ركعات الظهر وأربع العصر وأربع العشاء ولكن الآن ما أصلي وخرجت وأنا مسافر وعندما أصبح مسافر ما هو تكليفي أصلي تمام أو قصر والشمس بعدما غابت لازم أصلي 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 لأن وقت أداء الصلاة أنا أنظر في حالي وقت أداء الصلاة أنا مقيم أو مسافر إذا كنتم مسافر ولا أصليها تمام في وطني تكليفي أن أصليها قصر أما إذا أذخر موضوع الصلاة أما موضوع الصوم بواحد بس يسافر بعد الظهر يجب عليه أنه يبقى صايم لو راح إدمره طيج موضوع العمل بالعكس كمان بالعكس كمان راح أجيوب عليها المسألة أفرض واحد كان مسافر وما صلى أصر وصل على بيته وبعد شمس ما غابت أريد أن أصلي الظهرة والعصر ماذا أفعل؟ أصليها تمام أنا ألحظ اللحظة التي أنا فيها الآن قبل أن تغيب الشمس أنا مقيم أو مسافر بالوطن صلت أو مسافر أصلي تمام لكن مسألة ثالثة لو كنت مسافرا وغابت الشمس ولم أصليها وأنا مسافر ووصلت إلى البيت ماذا أقضيها؟ بصليها تمام ولا بصليها أصر لأنه غابت الشمس أنا على الطريق أنا مسافر بأضيها أصر لأنه كان تكليفي آخر الوقت أن أصلي قصرا الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين ما صليت رحت علي شو بصليها؟ بأضيها أصر بأضيها قصر بالنسبة لمكان العمل هل يعتبر قاطعا للسفر؟ مكان العمل ليس قاطعا للسفر شو بيعني مكان العمل ليس قاطعا للسفر؟ ورح أني وضح له حسب سؤاله اللي سأله أنا بكون مسافر بوصل على بلدي خلص انتهى سفري وإفراح سفري صار قاطع يعني انقطع السفر انتهت سفر بسموا الفقهاء انقطاع السفر بالمرور بالوطن أو بنية الإقامة عشرة هذا بسم انقطاع السفر أو بمضي 33 يوم شهر كامل انقطع السفر لكن انا اعمل في مكان ما ولكن حسب سؤال الاخ الكريم افرض من بيروت طلع الى مكان قال هو 17 كم من اقول ان افترض ان انا اعلم اي بلد قريبي بتطلع هلا قد ما بيطلعش في مسافة سفر ما في هون ما في سفر واني بروح عادة لازم صلي تمام وصوم لانه ما في سفر سواء كنت عم بيشتغل او ما عم بيشتغل لكن الان انا خرجت من بيروت ولست صاحب مر بالنعمة ولكن رايح لشغل خاص مش لشغلي رايح مثلا جيب قطع للسيارة خربت السيارة من صيدة وانا لست بسفر شغل ماذا افعل في مثل هذه الحالة بدي صلي اصر وافطر اذا كان قبل الظهر وقبل الزوال بدي صلي اصر وافطر لانك اصبحت مسافرا ومسافر لا للعمل سفر شخصي بيسموه سفر خاص طيب سمحت شيخ في اسئلة عبر الفيسبوك سأل اخ حسن بيقول من تأتيه نوبة شقيقة يعني وجع نصفي رأس صداع نصفي مع قيء هل يجوز له اكمال صيامه ام الافطار لتجنب تفاقم الازمة هلأ القيء خليه نحكي لانه راح يجيناك نحكي بالمفطرات تعمد القيء الاستفراغ هو مش تعمد هون يعني هو عنده نوبة شقيقة وصار قيء هلأ قد يكون نوبة شقيقة باستفراغ قد يكون نوبة شقيقة بدون استفراغ هون حلوة احكي هالحديث عن امام جعفر الصادق سلام الله ع روح عندما حدا سألوا عن حد المرض الذي يخطر فيه الانسان او لا قال كلما اذر به الصوم فالافطار له واجب كلما اذر به الصوم فالافطار له واجب هي قاعدة عامة اصلا بستفيد من الفقهاء احكام شرعية ثم في حديث اخر قال عليه السلام كيف بد يشخص قال بل الانسان على نفسي بصيرة وقال ذاك اليه هو اعلم بنفسي الانسان اعلم بنفسي صار عنده نوبة واجع راسي كبيري ما ادري يتحمل لازم ياخد دواء او لازم ياخد سائل او لازم ياخد اي شيء هو اعلم بنفسي بيقدر يفطر شرعا بيقدر يفطر لكن لو انه لا اطعت ووجع راس خفيف مش هوا المصابين بهذا المرض ممكن تتحمل بشوية نوم مثلا وما في ضرر وما في دواء واجع الراس طبيعي بشهر راس واجع راس لتصير هلأ تعودنا ان شاء الله مع اتصال من ام محمد تفضلي سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحت بس بدي اسأل الشيخ ابني انا شغل وبيسافر مرة بيكون بالبقع مرة بجنوب فبساقب انه مثلا بده يسافر على الجنوب هالمرة اذا نوى انه هو مسافر بيفطر على الطريق او مبيوفطر سفر شغل استفر شغل انه بعرف انه مبيوفطر الجواب تي حالك ايه بش اذا قال انه بدي سافر مثلا هو بده يروح النبطية مثلا وقال انه بدي اوقف بصيدة لانه في حد انا قال لي انه بيقدر اذا توقف ببلد غير البلد اللي هو رايح عليها عمل شيء يعني بيقدر يفطر فاذا قال انه بدي اوقف بصيدة اشتري غرض مثلا لحظة ولكن هي الطريق اللي بيروح فيها للشغل بيمرو هو رايح للشغل أو لل هو قصد شغله بس بيمرو مثلا بصيدة ما هيك إذا نوع أنه يوقف بصيدة هذا السؤال وضحت المسألة شكرا إليك ورح بينها أنا بالجواب مسألة مهمة طيب في سؤال عبر الواتساب سمحت شيخ من أفطرت خوفا على صحتها وصحة جنينها هل عليها كفارة أم قضاء فقط إذا كان خوفا فقط على صحتها عليها القضاء إذا خافت على جنينها وكان الخوف له منشأ يعني كلام دكتورة أو هي شايف عندها ضعف وكذا وقالت لها الجنين ممكن يكون فيه ضرر عليه مع أنه فيه ثقة بكلام الدكتور أو الدكتورة بتصير تدفع فدية تدفع فدية مع الشو مع القضاء بالأولى إذا أفطرت خوفا على نفسها مستحبة الفدية مش واجبة بس عليها القضاء بالتاني لا بدأت تحتاط بدفع الفدية وجوبا مع ماذا مع القضاء إذا كان خوفا على الجنين عودا إلى الأخت بعد الاتصال اتصال من الأخ عدنان تفضل سلام عليكم رمضان كريم على الجميع علينا وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله مولي أنا بدي أسألك سؤال هلأ حضرتك قلت أنه إذا واحد نفطر ما لازم يطعني حدا بييده بس عندي الواردي عمر 90 سنة وحاني كتير لا أستطيع أن تحمل شوكي ولا مع الأولى فحم طعميها بيدي أنا أكيد هذا حكم شرعي يعني يا حبيدي أصدنا عن هاك كان أكيد مش أصدي عن هاك في فاهم غلط مليح اللي اتصال مليح اللي اتصال عشان تتوضح صورة للبقين أنا مشكرك اللي اتصالت فعلا طيب شكرا لأتصالك أخ عدنان أيضا أخ حسن تفضل تفضل أخ حسن نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بس بدي أسأل الشيخ سؤال تفضل بدي أسأل أنه أنا وأمي وبيي مطلقين نعم نعم واتصوة التلفزيون وسمعنا من التلفون لو سمحت سأره أنا بطلح ضيعة أمي ما بطلح ضيعة بيئ كثير نعم وأنا أحد أنه من الزمان قاعدة ثلاثة شهر لهذه الشغلة أنه فيه صن فيها أنا قاعدة ثلاثة شهر فيه أكدر موطن لأليه صن فيها ضيعة أمك ضيعة أمي وكنت ناوي تطوطن فيها أنا عادة بصن فيها بس ما بعث إذا صح صومي أو لا خليك صومي يا حبيبي ماش سلام عليكم عليكم السلام شكرا لإتصالك أهلا وسهلا سمحت الشيخ بموضوع توضيح لما صدر قبل قليل يعني الأخ عدنان منيح اللي اتصل منيح اللي اتصل لتتوضح المسألة يمكن مش بس هو كتار يمكن فهموه الطريقة غلط تفضل سمحت الشيخ نحن عندما تقول الفتوى لا يجوزه إطعام المقصود فيه غير المعذور في إفطاره يعني واحد لا فيه ولا علي ولا مشكلة ولا مريض ولا مسافر وهذا واجبه يصوم فيه يقول له أن يتفضل هذي كبات الشراب الفلاني وتفضل هذي مثلا الأكل والساندويش لا ما فيه ما بجوز له حرام بس من كان معذورا وخاصة الوالدة أيها العزيز يجب عليك أن تطعمها أصلا يجب مش إنه بجوزي واجب إنك إذا فيش حدا إلى غيرك وأنت مأجور عند رب العالمين أنا قصدت اللي مش معذور بإفطاره يعني لازم يصوم ونحن بنقوم بنساعده إنه على إفطاره فهون نحن ما بجوز لنا بس واحد معذور بالإفطار يعني بالبيت مريض أو مسافر أو شي واجه لعنا ضيف في ناشون تعميل لا أهي غير هي ما خصيش هذي بجوز أتي سأل آخر من محمد تفضل وعليكم السلام ورحمة الله بيطلب منك تواطي صوت تلفزيون لو سمحت أصدت بقصد الإفطار وما أفطرت طيب ليش سفرت ليش سفرت لا على الطريق ما أفطرت أرجعت على البيت أفطرت بالبيت لا أنا 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 كنت أترف ألي عميت حسيني أنه بالبيت يعني إذا واحد عنده خفقان بالقلب نعم وصايم خلال النهار وما عايش فيه لازم يخذ الدواء وللأسف أنه لا إبري بتحل محلها ولا أنه لزق على الجلد بتحل محلها ياخذ الدواء أنه في ياخذ الحبي بدون ماء والله عادي والله لازم مع ماء لا هو سأل برح يجيوبك طيب شكرا لأتصالك نعم الله خليك سؤال ثاني تفضل سؤال ثاني كمان لو سمحت الفحص الشرجي للبروستات يوجب الغسل الجانيبي أو لا طيب شكرا لأتصالك أهلا وسهلا فيك سمحت شيخ بموضوع المسافة بقصد الإفطار قطع المسافة بقصد الإفطار لو لم يتناول مفطرا نعم هلأ في هالمسألة وما عم بصير فيها اشتباه عند بعض أهلنا الكرام هو بده يسافر لا يفطر أول شي بيجوز أو ما بيجوز يسافر لا يفطر هلأ بعض الناس أكيد تعجبون إن شاء الفتوى إنه معقول يبسافر لا يفطر بيجوز له يسافر لا يفطر وإن كان مكروه قبل ما يمضى 23 يوم من الشهر الكريم مكروهة بدون اضطرار طبعا بده يسافر لا يفطر ولكن حرما من أجر والثواب الصائمين لكن إذا أراد أن يسافر ليفطر أول شي فيه يفطر ببيته قبل ما يروح يسافر أو قبل ما يوصل لحد الترخص مع إنه لازم يكون ناوي قطع المسافة فوين الشبهة عم تصير أنا بدي سافر قوم باكل بالبيت قبل المسافة لا هذا عليك كفارة ما فيك تاكل بالبيت بدك تقطع حد الترخص وبده يكون مني تقطع المسافة وتقطع المسافة طبعا بحد الترخص فيك تصلي قصر وفيك تفطر الأخ شاعمل عمل بالعكس هو يسافر لا يفطر بس ما أفطر على تريقه رجع على البيت أفطر بدي يدفع كفارة لأنه عندما رجع على البيت طبعا بدي يقول شغلة إذا رجع قبل الزوال هو إذا سافر نيتو أن يسافر ما أفطر بيقدر يكمله هذا اليوم عادي رح ورجع بالأذان الظهر رح ورجع بالأذان الظهر ولم يتناول مفطر على الطريق كان بإمكانك أن تتناول مفطر على الطريق وأنت معذور وكان عليك قضاء قضاء فقط اليوم بيوم بدون كفارة لكن قبل ما يؤدن الظهر رجعت إلى بيته ما أكلت ولا تناولت مفطر على الطريق ورجعت إلى البيت فأنا صرت بالوطن لازم صوم لازم يمسك أم لازم يظل صائم يعني يعتبر صائم يجدد نية الصوم ويعتبر صائم نعم لكن ما أكلت حطاط أيوالعزيز زفر كفارة لكن قلت أكثر من ذلك لو كان مثلا صافر قبل أذان الظهر وفي أذن للظهر ووقت الظهر ورجع إلى وطني بعد الزوال ولكنه لم يتناول مفطر هم بدون يعيدوا هذا اليوم بدون يعيد هذا اليوم فقط بكفارة أحسن اتصال من الأخ محمد أهلا ومسأل خير أهلا ومسأل نور أهلا وسهلا أهلا وسهلا علينا وعليكم إن شاء الله تقبل أعمالك تفضل تفضل أنا زلمي كبير بالعمر بالسنة هو بيشتغلش وعم بيجيني من الولاد حدية وعم فضل عن مصروفي هل علي خمس أما لا أعرف إذا علي خمس لا أعرف كبدي يتصرف نعم أنا يعني شو أد حالي نعم يعني خمس أو ذكا هل بيطلع علي هذا الميل اللي أنا عم بيضل عني عن مصروفي ولي بوقره وضحت وضحت الصورة الله يطول عمرك بارك فيك يا حج أهلا وسهلا فيك طيب لي عنده خفاءان بالقلب كما ذكر الأخ علي هل لازم يفطر إذا بياخد دواء فقط بيكون مفطر هل هو بمجرد تناول الدواء هو عندما اضطر لتناول الدواء الدواء صار معذورا بإفطاره وأحيانا واجب أصلا أنه يفطر إذا فيه ضرر علي وعصحته الله سبحانه وتعالى بالصوم يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إذا وصلت لها الحال بتياخذ الدواء ويمسك تأدبا بيبعى الإمساك بس بيقضي اليوم وبيومه بيقضي اليوم وبيومه لأنه هذا اليوم صار فاطر فيه ولكن يأخذ الدواء لنفطر قرص الدواء إذا أخذوا قرص بلا ميه هو فاطر وإذا أخذوا مع ميه هو فاطر ولكنه معذور لأنه اضطر للإفطار لأنه صار مريضا بلا دواء بيموت ما ناشي يموت نحن لكن يمسك ما بيقضي بيا كل شيء إذا طبعا ارتاح الوضعه وبيقضي اليوم بيوم بدون كفار طيب معي سؤال من الأخ أبو علي بيقول سلام عليكم هل يتبع هل يتبع الولد والده بالنسبة للموطن لموطن الأب الأصلي أول سؤال التابعية لا تكون بالوطن الأصلي التابعية تكون الوطن الجديد بفتوى الولي الفقري الإمام الفمن الوطن الأصلي هو الوطن اللي خلق فيه الإنسان وتربى فيه طيب هايك بقول العلماء يسأل أيضا إذا سافر المكلف وطن الجديد هو الذي لم اتخذه الأب وطن مثلا هو من الجنوب هو من الباع إجا أخذ بيروت وطن والولده إرادته مع أبي أينما يذهب يذهب وأينما يذهب تذهب معه الزوجة هذه فيها تابعية بالوطن الأصلي إذا ما خلق فيه الولاد بيسمى وطن أباء وأجداد إله حكمه طيب بس فيه الأخ اللي قال ضيعت والدتي حابب كنت وضحها فيه معي اتصال بعد الاتصال إن شاء الله بعد أم فضل تفضلي بدي أسأل من شان صهري أنا هو بيطع لعننا عبايا عصان الصيام يعني كيفك مولانا مساء الخير سلام عليكم وعليكم السلام الحمد لله هو بيطع لعننا عبايا دائما يعني عطل كل جمعة يومان نعم وهلأ من شان الصيام إذا فيه فهم عنا بالضيعة ولا لا صهرك بشه معمر عندك بالضيعة معمر حب ضيعت حد مش فيها بس هو دائما عندنا يعني كل أسباب يطلع بيطلع زيارة بيطلع عنده صغل بالنسبة لصغله فعل وصغل فا بنفس الضيعة وحد قريب منه هيك شي إي حد نفس الضيعة طيب شكرا لأتصالكم فضل أهلا وسهلا فيك سؤال حلو سؤال اللي كنته قبل عم موضوع توضيح ضيعة الأم والأب الأخ العزيز الشاب كان عميه كابلي شوي قلنا له إن أمه بيهم طلعين طلعين بس هو بروح على ضيعة الأم وقعد فيها ثلاثة شهر وناه وفيها التوطن كان يصلي تمام ويصوم ما عنده أي مشكلة برجع بأكده بقول للأخ العزيز إنه صارت وطن مستجد لألك وطن الأم فيه ياخد وطن الأم الإنسان وطن بس بيه بده يسكن له شهرين ومفوق وينوي طبعا توطن بعد ما سكن بيصلي تمام بصوم عادي طيب سؤال الحج محمد عن موضوع الهدايا اللي بيأخدها من الأولاد نعم ويبقى منها بعض المال هل فيه خمس أم لا الهدايا مثل الحالي بقول له للحاج ما فيه عليك خمس لا خمس عليك فيه مثل هذه الهدايا وريح بلق وضميرك فتوى الولي والإمام الخامن إذا ما ظلوا لا خمسة في مال الهدية طيب سؤال أم فضل سؤال أم فضل وصهرة الموضوع الصهرة بيطلع على الضيعت هون يومين بالأسبوع تقريبا كل أسبوع بيطلع يومين خلينا نوقف ذلك ليكون وطنا له حلو لا هي عم تسأل أنه بغض النظر بيقدر يصوم أول ما سألنا أول ما حكت فكرت وطالع زيارة ونازل بس رجع وتسألت عن الشغل والعمل صارت استدرس بالحكة بيختلف الموضوع نعم بيختلف الموضوع وأنا والله ما بلوم حدا وما بلوم لأنه مسائل نحن عندنا الشيعة الجعفري بصلاة المسافر والسفر والوطن والتبعي والوطن الأصلي وغيره شوي بده دقة وهذه فيها أدلة شرعية طبعا فوقها مش أنه تبعا لروايات الواردة عن أهل البيت عليه وسلم وغيره فيها شوي دقة وما بلوم حدا إذا خربت فيهم سافر لعند بيت عمه مرة بيروح شمت هواء كل أسبوع مرة مرتين بده يروح يزور بيت عمه إذا بده يصلي أصر وبده يفطر إذا أدركه الزوال وأدركه الظهر وهو في بيت عمه كم مرة قلنا في حل أنه يطلع بعد الظهر الواحد اللي مش عنده سفر عمل وينزل إلى وطن ويرجع قبل الظهر بيظل وصايم ما بروح لها ولا يوم لكن في مثل الحالة إذا صهرك إذا الصهر عم يجي لعننا بنفس الشي زيارة وكمان قاصد من لما نطلع نفترض من بيروت لعنكم ولكن سفر شغل وما يل زيارة لعننا وما فيش سفر بين مكان العمل ومكان وطنكم قريب بده يظلوا صايم وبده يصلي تماما هذي الفتوى هاي طيب خلينا ناخد اتصال آخر من الأخ نمر تفضل نعم تفضل سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بدي أطلب منك توطي صوت التلفزيون كمان لو سمحت ما قولينا أسأل سؤال فضل أنا هلأ بشهر رمضان أخ نمر لو سمحت حج نمر لو سمحت بس وطي صوت التلفزيون وسمعنا من التلفون تفضل طيب أنا مريض هلأ حاليا سلامتك وبلشت بشهر رمضان وأنا مفتر نعم أنا بعد شهر رمضان كل سنة يعني من مدي طويلة بسوم تنين تلاتة اربعة خميس بفتر جمعة سابة أحد طيب مولانا هلأ أنا بالنسبة للفطرة اللي بدي أفطر هلأ بشهر رمضان بجوز علي أني يدفع فطرة ولا بسوم بعدين فطرة ولا فدية أصدق من عبسوم يعني كل شهر كل شهر كل شهر يعني 10 شهر وأنا بسوم فيهم 2 3 4 5 طيب بيطلع علي فدية يعني بديدفع فدية أو كفارة سؤال هو مريض شكرا لأتصالك أهلا بجوز طيب بهيد الحال سمحت الشيخ سؤاله حلو الحاج وسلم هل يقوم بدفع أيضا الفدية على هذه الأيام أم لا الذي يدفع الفدية من يستمر مرضه سنة كاملة من الشهر رمضان لشهر رمضان وما بيقدر يقضيهم فدية طعام مسكين الذي قال أو إذا أخر القضاء أو إذا أخر كفارة كفارة لكن للمريض الحاج اللي عم بيصير عنده هو الآن مش قادر يصوم بشهر رمضان ما بعرف كل شهر نص وربع ومش عارف ولكن عم بقول عم بصوم ثلاثة واربع وما ومعرف قديش وخميس بدك تنوين قضاء يا حاج أول شي لازم تنوين قضاء لأنك قادر على القضاء بما أنك قادر على القضاء بهالطريقة اللي حضرتك عرضتها وقلتها ما لك فدية تأخير إلا إذا أنت بصير ما أضيت للي بذمتك وتركت بعض الأيام لإيجا الشهر اللي بعده بصير كفار التأخير المريض الذي يدفع الفدية هو الذي لا يستطيع القضاء والمريض الذي يستطيع أن يقضي مثل حالة الحاج بينوي القضاء وإذا أضاهم ما علي فدية سؤال عبر الفيسبوك عبت تقول الأخت فاطمة ساكنة بسويسرا والصوم عندهم 19 ساعة ونصف تقريبا تقول بنتها عمره 9 سنين مكلفة حديثة وعندها مدرسة يعني في عليها جهد هل يجوز لها الإفطار أم لا يعني هذا الكلام مليح الحكي فيه أكثر من مرة مش مشكلة لأنه محل ابتلاء ألا سواء كان 16 ساعة أو 19 ساعة أكثر أو أقل في بداية التكليف إذا شكل صوم حرج لهو البنية الصغار خاصة بهذا العمر يعني سن مبكر للتكليف 9 سنوات على الاحتياط في هذا الموضوع عندما يشكل حرج ولا تستطيع أن تستمر فيها تفطر فيها تفطرها بس مش من أول نهار إذا ما قدرت تتحمل ساعتين ثلاثة وخلص فيها تفطر ساعتا إذن تقضيهم فيما بعد وما فيها كفارة طيب بيسأل الأخ أبو علي كنا سألنا السؤال قبله عبر الواتساب بيقول إذا سافر المكلف وأقام عشرة أيام نوى الإقامة عشرة أيام في مكان ثم أقام أكثر من عشرة أيام ما حكم صلاته وصومه بعد العاشر ما دام قد تحقق منه الإقامة عشرة أيام بال11 وب12 وب13 لازم يظل وصايم وصلي تمام يعني مش إنه شرط إنه يتمم عشرة تاني لا مش هيك بعض الناس كذا يظن أنا أقامت عشرة وصلي تمام لازم إنه عشرة جديدة وبعدني لم أغادر المكان الذي أنا فيه لازم لا ما بعدني عشرة أقل شي عشرة 12 12 كله تمام ما دام لن تقطع هذه الإقامة قبل أن نهاية الحديث سؤال بعد أخير لأنه انتهى الوقت بيقول كمان سؤال عبر الواتساب بيقول إذا حذره الطبيب من الضرر مستقبلا عنده مرض سكر حسن ما بيذكر إذا كان الطبيب ثقة قال له مستقبلا فعليك ضرر الآن ليس هناك ضرر إذا كان فعلا هو احتمل الضرر واستند وثقة هذا الدكتور هو معذور شرعا لكن أختم بيادة الرواية الشريفة عن مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام إن الله عز وجل عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا كله بيرجع للنبي محمد صلى الله عليه وآله وآله وسلم إن الله عز وجل تصدق على مرض أمتي ومسافريها بالتقصير والإفطار أيا سر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه يعني هذا إله بحث في الفقه وبالمعرفة الإسلامية التقصير والإفطار للمسافر والمريض ليس على نحو الرخصة الزامي بس بالشروط الزامي بس بشروط يعني وهو ليس يدور أنه لأنني تعبت بالنسبة للسفر وإذا بدك خليها بكرة الحكي بموضوع السفر وإديش السفر لحك إن شاء الله لأنني بتعب لازم أفطر ما تعبت مش لازم أفطر مسألة مش هيك السفر له حدود شرعية ولو كان الأمر كذلك ليش بعد الظهر أنت تسافر بكرة من أولا إن شاء الله ليش بعد الظهر لو سفرت مئات الكيلومترات لازم تظلك صعب مش للقصة هيك إن شاء الله رقب الله أعمالكم بإذن الله شكرا لكم سماحة الشيخ الشكر أيضا لأستاذ المشاهدين على حسن المتابعة تقبل الله أعمالنا وعمالكم بأحسن قبول أذكر ختاما بصفحتنا على الفيسبوك facebook.com سلاش فقه الحياة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته